موسيقى ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا معظم الأسر المصرية بنلاقي فيها شخص مريب بالسكر واللي مثلا بيعاني من القاولون أو بعض الأمراض المناعية وفي الحقيقة كلنا مجرد ما بيروح مننا الألم بنكسن روح للدكتور وده أكبر غلط ممكن الإنسان يعمله في حق نفسه لأن الصحة دي نعمة كبيرة من ربنا وإهملنا لها ربنا حيحسدنا عليها عشان كده لازم نحافظ عن نعمة دي ومجرد من حس بأي تعم لازم نروح نتطمن نروح نتطمن من الدكتور نفسه ونبدأ من العلاج مع بداية التشخيص المرض أنا النهاردة جبت لكم الدكتور لحد البيت هيجاوب على كل الأسئلة وكمان هيوجه لنا الطريق الصحيح في العلاج منوارني في خطوة عزيزة دكتور طار الشازلي استشاري أمراض البطنة والجهاز العضمي واستشاري العلاج بالأكسوجين النشط أهلا بك يا دكتور طار جزي حضرتك عامل أيه ربنا يبارك في حضرتك أنت دايما منوارنا الله يخليك يا فرد دكتور عايزي أسأل حضرتك مرض السكر يعتبر مرض العصر ما فيش بيت إلا لما تلاقي مثلا واحد أو اتنين عندهم مرض السكر وطبعا مضاعفاته بتبقى أصعب كتير عايزين نعرف من حضرتك إيه دور الأكسوجين النشط في علاج مرض السكر ومضاعفات مرض السكر هو دلوقتي مرض السكر بيبقى مشكلته حاكتين يأما إنسولين مش قادر يدخل الجولوكوس جوه الخلية ويحرقه فيبتدي يترصد كدهون سواء في الجسم أو في الشراين أو بنكرياس مش قادر يخرج الإنسولين الكفاية يحفزه اللي هو طايب 1 وطايب 2 نوع الأولان النوع الثاني مهم جدا نعرف أن دور الأكسوجين النشط في مرض السكر نمرى واحد بيحفز البنكرياس إنه هو كفاقته وإنه هو يخرج لي إنسولين زيادة تمام اتنين بيسهل عملية الإنسولين إن هو ياخد السكر يدخله جوه الخلية ده في مبادئ المرض نفسه لو جينا المرض السكر ده في الحالات الأولى للمرض السكر في الحالات الأولى وفي وسط مرض السكر في كل أوقات السكر تمام لأن إحنا عندنا البروتوكول ما بيبقاش إحنا مش بتوع أكسوجين وبس لأ إحنا عندنا أسازة من الجهاز البطنة مرض السكر حط البروتوكول سواء نظام غذائي تثبيت السكر والجرع المناسبة للأكسوجين نشط أي بتتحدد على حسب الشخص نفسه أو الحالة طبعا على حسب الحالة وطريقة الأداء هل هو عنده مشاكل عنده قدم سكري يبقى الأسلوب مختلف في العلاج عنده تنمين يبقى فيه برضو أسلوب مختلف السكر بيخش المرض السكر بيخش يعمل حاجتين مهمين بيخش يا كل في الأعصاب الطرفية ويخش يقلل لي الأكسوجين والدم اللي واصل لي الأوردة للخلاء للطرفية برضو يعني تلاقي واحد عنده مشاكل في البصر عنده مشاكل في الكلة يبقى فيه زغلالة فيه تنميل ممكن؟ مشاكل في الكلة ممكن الأعضاء التنسلية بقى عنده مشاكل فيها رابع حاجة يخش بقى في الأطراف القدمية اللي هي أخطر أنواحها يحصل التنميل ويحصل نتيجة نقص الأكسوجين والدم يحصل الغرغرينة اللي احنا بنشوفها ده كده بيضمر الجسم بقى كله يا دكتور بيخش هنا بقى دور بقى لانت سؤال ساعدتك لسألت عليها أكشل ناشط يخش يخليلي الهيموجلوبين قدرته على تحق انه يشال لي أكسوجين بتتضاعف يفتح لي الشرايين زي ما احنا يمكن شايفين في التقرير انه هو بيعيدلي تضفق الدم تاني طب لو فيه ترسيبات جوه الشرايين نفسها ومضيئة الشرياء النفس هو بيخش يكسح هذه الترسيبات الدهنية بعد كم جلسة يا دكتور النتيجة دي بتظهر العيام بيحس بتحسن من رابع أو خمس جلسة لان احنا مش بيعني مفيش حاجة سعر ده علاج فلازل يعني حقد قول حطك حاجة لنتيجة تدي بضوات حاوي انت دايما تقول له مثلا كابسولة كل 8 ساعات أو كابسولة كل 12 ساعة أو كابسولة كل 24 ساعة لمدة 5 ايام أو 10 ايام ما جيش انت تقوم قطيع لي من تاني يوم وتقول لي العلاج ما جابش نتيجة فهو نفس العلاج بالأكسجن نشط لي بروتوكوله بيختلف من نوع المرض السكر طب أو مناعة أو حاجة اسمها الإجهاد العصب الكرونيك فاتيك سندروم أو لقص الأكسجن في الأطفال كل حاجة لها بروتوكول وده مهم جدا التنظيم نفسه التنظيم نفسه فأنا بلاقي التنميل راح في ناس ما بتنامش من الألم للأطراف والتنميل ده مهم جدا طب لو في قدم سكري طب دور بقى الأكسجن لا بقى موضوع صعب جدا لأن القدر لا بيقدي إن ممكن إنسان يفقد جزء من قدمه يعني في حالات طبعا أعتقد أنها بتتعرض على القدم السكري في عيان مريض إحنا ممكن نشوف لو معنا التقرير مريض قال لي أنا تحس يعني الجرح بتاع بقى له سنتين ملمش إحنا يمكن في رابع أو سالس جلسة بتادي حس بتحسن رهيب جدا لأن الأكسجن نشط بيعمل إيه الزرة الأكسجن المنفردة لأنه عبارة عن أسري بينفصل لأوتو يفضل زرة أقسجن المفردة بيخش بياكل جدار البكتيريا وبيعمل تدمرها بالكامل يباين هنا حضريكي دكتور آه آه هنا ده هنا آه شفتي هنا وصل وصل الغادفة حال بيوصل للعضم لا صعب شوفي بقى الجمال بقى وصل إيه يعني بعتبره سحر صباح ده كده طبعا بعد كم جلسة كده يا دكتور دي كانت بعد سابع أو تامج جلسة وسن بقى كم سنة كان آه المريض أعتقد كان في الخمسينات آه آه فهي الفكرة الفكرة إنك إنت لأن من صفات الأوكسجون نشط إنه مدمر للبكتيريا لو عندي فانجس بيضمر ده مهم جدا وعندي فيروس بيضمر آه يعني هو بيتخلل كل الحاجات دي الأوكسجون نشط من أرواع ما يمكن في الثلاث حاجات دي آه طيب إحنا دكتور معنا تقرير دلوقتي حنشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع حضر ماشي يا فاند أنا اسمي سوزيتا عوضالة آه عندي السكر بقى لي 15 سنة آه ابتدت المضاعفات بتاعته كان تنميل في رجلي إنزمات الكبد عالية إنزمات الكلة عالية التراقومي عالي كان تسعة قلت أجرب آه جيت هنا فرع المهندسين آه ابتدت الجلسات آه الحقيقة بعد الجلسة الرابعة أو الخمسة آه آه ابتدتها تحسن التنميل اللي في رجلي راح آه آه عملت تحليل عشان ما بقاش بالإيه حياء لا لقيت إن فعلا إنزمات الكبد نزلت إنزمات الكيلة نزلت التراقومي نفسه نزل وبقى ستة فالحقيقة جميل جدا رائع وكويس إن هما وصلوا لحاجة زي كده وياريت كل الناس اللي عندها سكر خصوصا وابتدت المضاعفات بتاعته تظهر على الإنسان إن هو يجي ويتعالج به وإن شاء الله كل الناس تبقى كويس أنا عندي سكر وعملة دعمات في القلب فالدكتور بتاع القلب أصلا ما أجلي العملية خالص قال لي مش دلوقتي خالص أنا دلوقتي النهاردة في آخر جلسة اليال الاثناشر ودي أول مجموعة عملها عندهم فبسم الله بفضل ربنا الحمد لله والله ما مجاملة أنا فعلا أرتحت أولا بيدوني حقن في ظهري لما كان القلب كله كتاة في رقبتي طبعا عشان برضا عندي فكرات في رقبتي فأنا حسيت إن الحمد لله بقيت أنام على كتفي الشمال كنتش بنام عليه تنميل رجلي عشان السكر والحاجات دي بيحنوا لي فيها ودي تالت جلسة أخدها حسن التنميل قلي بنسبة حتى ولو 50-60% فالمهم إنهم كنتش بحسي بصواب عيد أنا النهاردة حاسة بصواب عيد أنا شفت حالات هنا كان المفروض يبقى فيه بطر في رجليهم وبتاع وأنا قاعدة أبرا في الاستراحة فوقت إنهم بقى لهم سنة ومص ماشيين معهم الدكتور والحمد لله ما بطرواش أطرفهم بدأت أخذ جلسات أزون وحقن حوالين الجرح وبعملوا لي كمدات بالأزون مع الباكنت أو الضغط للهزون داخل كيس عشان يكتل بكتيريا في الجرح ودلوقتي أنا خدت 8 جلسات الجرح بدأت تلقم بنسبة 70% كنت بعاني من مرض السكر والتها في القولون جيت تعالجت بالعلاج الاكسوزيني النشط وأخذت 11 جلسة والحمد لله تحسن ثلاث بأيض طوائزة دلوقتي بعد 11 جلسة أنا مريضة من 20 سنة عندي ضغط وسكر وعندي تضخم في الكبد والطحول وعندي مشكلة في الجيوب الأنفية كنت على طول ودني تعباني وكنت بتعالج مخ وأعصاب الحمد لله من أول جلسة حسيت بتحسن كبير جدا والحمد لله كل الأعراض اللي عندي رجلي والتنميل وكل مضعفات السكر الحمد لله بأمانت ربنا راحت راحت كلها مفيش أي مضعفات وعناي الحمد لله النظر بقيت أشوف رؤية واضحة الحمد لله أرجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني وأنا معاي هدية للسادة المشاهدين بمناسبة مرور 3 سنوات على مركز كيور احنا عاملين كل 6 جلسات عليهم 2 هدية ده احنا عاملين العرض ده يا دكتور بمناسبة مرور 3 سنوات كل سنوات حدك طبعا تكلمنا كل سنواتوا طيبين وحدك طيب طبعا احنا بنشكر الناس اللي لأن المريض ده ما هوتعنا ده سروتنا طبعا ما هو المريض سروتنا ده حقيقي أكيد الأمراض طبعا المزمنة احنا بنلاقي نجاح فيها فشيء طبيعي يعني ان احنا عرفان بالجميل ورد الجميل ان احنا اقل شيء ان احنا نعمل الهدية ده طبعا طيب دكتور احنا عايزين برضو نتكلم عن الأمراض المناعية زي الروماتويد الصدفية البهاء أمراض صعبة جدا وتكلفتها كمان كعلاج بتبقى مكلفة كتير تعرف يا أستاذة بساينة انا حقولك الحاجة كنت في الأسبوع الفاتبة مر على اسكندرية وفيه أتمنى المريضة دي تكون سامعاني وورا لقيت مريضة كلاس كده ده دخل علي بتقش معايا وهي كانت في الامراض بتاخد الأوكسجر النشط عشان عندها الروماتويد أحيانا الموضوع مش موضوع ان كتا فايدت الأوكسجر النشط بس حان ما بقاش لي ملجأ غيره يعني هي بتقول لي انا وقفت علاج الروماتويد بقالي 8 سنين 8 سنين موقفات لان العلاج ده رفع لها انزيمات الكبت خلاص ما بقيتش تنفع تاختها خلاص طبعا وحيانا طبعا بيخش يأثر على الكلا أو يعمل نزيف شديد في المعدة فانت تخيل ان كتا بيبقى المنقذ الوحيد ده من بقها ايه ويتمنى انها تكون سامعاني طبعا فهنا احيانا بيبقى سواء في الأدويت الام اس او ادويت الروماتويد بيبقى لك المريض يعني بقى خلاص تخيل واحد مفيش خلاص مفيش امل طبعا مفيش يعني هي بعد موقفة العلاج بتاعها يا دكتور اخذت الاكسوجين 8 سنين اه بتاخده هي بقى لها اصلا هو بيقدره ايه بقى اه هو انت مشاكل الروماتويد والام اس مشاكله في انه مبتنتهيش على فكرة مبتنتهيش الام عنيفة اه الهجمات وهم يمكن اتمنى المرض ليها هجمات وليها ممكن تشوهات يا دكتور برد تشوهات ديفورماتي بتبقى موجودة تشوه في شكل الايد ده حقيقة اه فده مهم جدا اللي بتقول لي انا لما باخده باعرف انام ده ده باعرف انام لان الاكشناشط بيهبط جهاز المناع بيعيد برمقته اه في الحياة من جديد بقى الانتعاش من جديد فده مهم جدا فبدل ما هي بتلاقي متسابق لهجوم الجهاز المناع على الخلايا يصيب المفاصل الخلايا مش عارفة تنام يصيب بعض الاجهزة الخلايا تتضمر فهنا بتلاقي حل سحري ده مهم جدا طبعا ففي الامراض المناعية دور الاكشناشط بالذات يعني مثلا في التصلب الوايح التصلب اللي هو الامس ده الامس يقام بقنايم وغلبان يعدك 7-8 وفجأة يظهر وحش مرعب يخليك قعيد الفراش تماما اه فمهم انك تاخد العلاج بدري بتخدش انك لما تلاقي تبقى قعيد فراش فبتلاقي الالم بتخف الدرجة كبيرة انك تعرف تعيش مع الحياة ده اصلي خلي بالحظ لك مثلا زي مريض السكر ايه هو مشكلة السكر انت لو زبطته خلاص بيقيت الموضوع كأن ما عندكش سكر حتى لو سكر تراكمي برضو لو زبطته خلاص انتهى الموضوع السيطة كنتهت مع مشاكل ايه فمهم جدا ان احنا بنساعد ده لو انت همدت الجهاز البناعي اعدت اللي هو زي انت بتقفل الكمبيوتر وتفتحه مجدد فيعيد برمجته تاني ايه فبتخلي الهاجة الوحشك انت بتعيد ترويده فده مهم جدا ان انا بعمل عليه كنترول يا دكتور لدرجة يعني غاية في الجمال اه يعني بيبقى ليها دور وخلي بالحظتك حتى في التقرير السابق اه المريض مستحيل يكون تعبان ويطلع ويسوق ويطلع ويطلع اقولك انا اتحسنت يعني ده دليل يعني ده دليل ده سكر واثر عليهم كمان في حاجات تانية في امراض تانية كتير في البصر بيتحسن يعني المريض هنا ده دليل هو ده إثبات ايه طبعا انا طالع اتحسنت مش عبقى انا اتسوق يعني حصل لي انحضار في المرض واقول انا كويس واوطلع اقول انا كويس لا طبعا استحالة طبعا ده انا بعتبره اهم من الكلام بتاعي طيب دكتور عايزين نتكلم برضو عن الاكسوجين نشط اه مع نقص الاكسوجين عند الاطفال بس نشوف التقريب الاول ونرجع نكامل كلامنا مع حضرتك السلام عليكم ورحمة الله معاكم ناخدكم نشوة من السودان انا ام نداء موسى هي بنتي مريضة في صدفية بقالها تلات سنين من عمرها سنتين احنا هنا في الغاهرة من 2021 من 2019 بسم الله من 2019 فمشانا كذا مراكز يعني ما خلتش دكتور والله العظيم ما خلتش وصفة بلدية ما فيش نتجة بس عندي صاحبيتي شافت الفيديو على التلفزيون وسجلتلي اسم بنتي وقالتلي روحي المستشفى في المهندسين العلاج بالاكسوجين النشط فجبتها والحمد لله النتائج ما شاء الله ما شاء الله مبهرة والحمد لله ما فيش نتجة ما فيش نتجة شر ده يعني الحمد لله ورحمة من رب العالمين بقالنا الجلسة الخامسة اهو ايديها الحمد لله انا كان عندي بوهاء الحقيقة وديت هي اللي عارتلي ان انا اجي اجرب ان انا اخد الجلسات دي من الجلسة الرابعة بالضبط ابتدى في تحسن في الوش وفي البطن ابتدى يتحسن وفي حاجات تانية صغيرة في بعيد جسمي بتتحسن برضو ولسه مكملين يا ان شاء الله مريض سكر بقى لي 28 سنة من اسكندرية اكسم بجلالة الله في اول جلسة اول ما طلعت من السرير ورب الكعبة عناية لما كنت بشوف الطابلة بالمفتاح والله العظيم عناية شايفت الطريق الغاممة دي ما كانت موجودة من اساسة اتمشيت عشان اركب المشروع على البحر ورب الكعبة رجل اللي كان يشولوني عشان يدخلوني المشروع رجل اللي اتحركت بقيت اطلع مية مية وانا النهاردة الجلسة الخامسة اللهم لك الحمد والشكر والنهاردة اللهم لك الحمد والشكر انا جبت خالي ربنا يعفى عنا ويفي بإذن واحد احد والله العظيم ثلاثة تعالوا المركز اوكشن بجلالة الله انا لما حاجت حنزل في الاسبوع الجاي في المركز بتاع الانسولين ورب الكعبة هقول للناس كلها اللي في المركز نفسه وحوصفهم على المركز ذا وربنا جزيكم كل الخير يا رب ارجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني وبنأكد على العرض كل ستة جلسات عليهم اتنين هدية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مركز كيور دكتور طارق عايزين نرجع السؤالي لحضرتك عن نقص الاكسوجين عند الاطفال لان احنا كمان عايزين نطمن كل ام ونقول لها ان الاكسوجين نشط ليه دور في علاج ابنك او بنتك هو نقص الاكسوجين عند الاطفال طبعا بيبقى نتيجة اثناء الحامل نفسه او اثناء الولادة حصل مشاكل ايه او اصيبت بمرض الصفرة اثناء الولادة مهم جدا هو الاكسوجين نشط بيقدر يشيل الاكسوجين ويوصلوا الاضق مناطق في المخ عشان يعيد تحفزها طبعا فيه مناطق تمقامات دي انتهت ولكن احنا عايزين نلحق المناطق الاخرى ونعيد بناءها وحتى الحاجات اللي بقت ضعيفة نعيد تنشطها تاني الاكسوجين نشط هو مشكلته في الاطفال وهو عايز صبر في العلاج واحد اتنين عايز ان نبتدي العلاج بدري كلاما الطفل يبتدي العلاج بدري كلاما نتائجه تبقى اعلى بتظهر اكثر طبعا ايه يعني مهم ان احنا نبتدي بيبقى ليه بروتوكول معاين يا دكتور طبعا اللي هو في علاج الاكسوجين نشط احنا فيه حاجات طبعا فيه كذا طريقة لعطاء الاكسوجين نشط بجرعات قليلة من سن كام يا دكتور عادي من سن اول سنة عادي من اول سنة بيبقى ليه النظام بتاعه ايه بيمشى عليه النظام بتاعه ان هو ليه جلسات معينة بجرعات معينة بتتاخد بطريقة لان طبعا زي بالزبط الادوية الاطفال بتاخد حاجة غير الناس الكبار في السن ليه اسلوب معين في الاعطاء اللي عايزة تطمن الناس ان الاكسوجين نشط بياخدوا الاصحاء ما احنا لسه عايزين نتكلم انت قلت ان فيه مشاهير بياخدوا ده حقيقي وبيتعاملوا مع حضرتك بس انت طبعا مش هتقول الاسم لا لا هي الفكرة ان فيه طبعا فيه ناس مشروع ايه وفيه مراق يعني فيه برضو ناس على ثقافة ومراكز عالية هو بيجي يقول لي انا بنسى كتير اه محسس باجهاد على طول ايه دايما مش قادر اقوم ونكسل هنا دور الاكسوجين نشط بيحسن حاجة اسمها كرونيك فاتيج سندروم ده بيصيب يعني نسب عالية جدا عموما بس في مصر بيكون نسبته عالية جدا بيغضف كل قدقية دكتور الجلسات الاصحاء بيتاخدوا اسبوعيا اسبوعيا لازم انا استمر عليه كل اسبوع بتستمرق هي بيتاخد كورسات ده معنى ايه يعني ما انا بعمل حسابي ان انا مثلا باخده فترة معينة وبعيد تكراره مثلا كل ثلاث شهور كل ست شهور ده مهم جدا عشان يحسن المود يحسن النشاط يحسن الاجهاد ده مهم يحسن الحاجة اسمها الدايمانشيا طبعا دوره في الزهايمر مش هيخلي واحد بتعبار حيحسن ولكن في الدايمانشيا اللي هي عدم التركيز نقص بيبقى عنده مفيش تركيز وبينسى سيقولك انا بنسى ايه بالزاد في السن اللي هو بيعدي الستين والخمسة والستين تمام فده دور مهم جدا اوكي دكتور احنا معنا تقريب دلوقتي هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك تمام انا امامة ادم ادم ابني كان عنده خمس سنين وعنده فرق حركة وعنده تشكت انتباه والحمد لله دلوقتي والشكر لله بتحسن وبقى احسن من الاول كتير حتى كان بيمسك الحاجة بتقع منه دلوقتي الحمد لله تحسن منصح والله كل ام بالنهاية تجيب ابناها يتعالج بالاكسجين النشط الاكسجين كويس حتى بنشطه حتى بيخلي كويس انا امامة عادل عادل عنده سنتين واربع شهور المشكلة اللي هو بيعاني منها الدمور في المخ المشكلة دمور في المخ مؤثر على البصر هو ما كانش بتحرك خالص كان يعني زي البيبي لغاية ما شفت الاكسجين النشط في فرع المهندسين والاول عادل ما كانش بتحرك ما كانش في اي حاجة ولا كان بيحط ايده ورا دهره ولا راسه ولا فبقه بعد الوقت الحمد لله بيع يتحسن بيحط ايده فبقه بيحط ايده ورا راسه بيع ينام على ايده بيع يتقعده على اسنده بيع يقعد الاول ما كانش كده وهو قاعد بيتحرك وهو قاعد بيتحرك وبينزل على الارض وبيقعد والاول ما كانش بيصحف دلوقتي بيصحف لورا احمد اتولد عنده نقص اكسجين فسمعت عن عيادة اكسجين النشط فجيت لما جدت احمد كان عنده دمور فاخد حوالي 10 جلسات بصراحة احمد كانت جاي ما كانش عارف حاجة خالص دلوقتي ما شاء الله عليه ابتدى ان هو يعرفنا ويعرف باباه واخواته وكانش بيمسك اي حاجة ابتدى ان هو يمسك ويعمل حركات تبعية الحمد لله ما كانش بيعض بيعض يعني لو شاف اي حد من اخواته جانب بعيد بقي شاب عليه ويعرفه ولو حطيت له اي حاجة على راسه او مسكته اي حاجة بيمشدها ويمسكها مني وبقى يقول ماما ولما بيشوفوا الاكل بقول ماما والحمد لله اذا كل هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني دكتور طارق احنا دلوقتي داخلين خلاصة على فصل الشتاء وطبعا فيه ناس بتعاني من حساسية الصدر والكحة المستمرة وطبعا دي بتأثر كتير قوي على الناس بيبقى عادين بالبخخات على طول هل الاكسجن ناشط فعلا بيبقى ليه دور على المرضى حساسية الصدر جزء من العلاج بالاكسجن ناشط انه هو بيقلل ليه انتي انفلامترا يعني بيقلل الالتهاب بيقلل انه هو يتخرج في الحساسية بيطلع نسبة هستامين عالية جدا فبتاكسد هو بيقلل الهستامين بيقلل انفلاميشة ده الالتهاب ده مهم جدا بياخد الاكسجن زي ما احنا قلنا دي جزء من كفاءة الاكسجن ناشط بياخد الاكسجن نحمله بدرجة عالية جدا لمناطق الرئة فده مهم جدا يعني بيمن عملية توسع اكتر اه طبعا ده من الحاجات الرائعة جدا في الاكسجن ناشط بيخلي انسان يبعد عن انه هو يستخدم او يقلل استخدام البخاخات خلي بالك احنا في ملاكس كيور وده يعني يمكن انضم لنا ناس زي اسادزة في الكامع يعني عندنا اسادزة في علاج السكر دكتور مجد الشيخ انا بحيي طبعا اخويا وحبيبي والدكتور عولة في الجلدية اخر حديث بيني لان احنا عندنا بيبقى نكونسولته بتقول لي يا دكتور طارق انا عندي نتائج في الصدفية هيلة وفي علاج التانية بالذات التانية اللي بتبقى منتشرة في بعض المحاق عندها نتائج هيلة جدا فالقائمين على العمل في ملاكس كيور اسادزة في الجامعة استشاريين على درجة عالية جدا من الكفاءة في تنخصصات متنوعة سواء في الجهاز الهضمي زي حالتي او السكر او الامراض الجلدية طيب احنا برضو عايزين نتكلم على دول الاكسجن ناشط على الجهاز الهضمي دي مهم جدا انه انت عندك جهاز هضمي سليم وطبعا مرتبط برضو بالقلون العصبي يا دكتور اه طبعا فيه ثلاث امراض اللي هو القلون العصبي والتهاب الامراض زي الكرونز زيز والألسيراتف كولايتس جزء من الامراض اللي فيها تقايحات الامعاء بالذات بيبقى وجود بكتيريا ضارة عنيفة جدا نقص البكتيريا النفعة طبعا مرض وراسي فيه عنصر جيني اللي هو القولون القلون العصبي والألسيراتف ولا الجهاز الهضمي نفسه لا الجهاز الهضمي فيه اكتر من مليون خلية عصبية يعني لو هاجوا عليك مش هخليك مش هميقى أقلاص انتهيك أكيد طبعا فسواء القلون العصبي مرض جيني بيئي ممكن الأكل بيأثر فيه الألسيراتف كولايتس اللي هي تقايحات الامعاء سواء في الامعاء الغريزة أو الامعاء الدقيقة دي بتبقى وجود بكتيريا ضارة نقص البكتيريا النفعة بتخش تهاجب وتأكل في جدار الامعاء اللي هي بتبقى القرح يا دكتور؟ تقايحات الامعاء نفسها حتك فهم أزي يعني السنف كولايتس بيبقى واخد الامعاء الغريزة نطلع لغاية والتقاعات دي ممكن توصل لغاية المريء والمريء فمهم جدا وتوصل لغاية حتى في البق الإنسان فشلت فهم فهو بيخش واحد نقص الأكسجين حيزبطه لي هيوصل الأكسجين ده مهم جدا وصول الدم للمناطق اللي فيها تقايحات هيهم جدا طبيعة الأكسجناط انه عنده التقام الجروح في أي منطقة وعنده القدرة التقام الجروح بيخش طبعا البكتيريا الضارة العنيفة دي مهم انه هو بيقضى عليها تماما وبيحسن البكتيريا النفعة وبيخلي الجرح نفسه يلتقم ده مهم جدا طيب احنا معنا دلوقتي تقرير هنشوفه ونرجع نتكمل كلامنا مع حضرتك هيا شكرا جيت من السودان والله كان عندي ربتي بتوجيهني وكان عيوني يعني نظري كان ضعيف واسمحت بالعلاج الأكسجيني وجيت هنا المهندسين والله الحمد لله والشكر لله هيا هناك جفس التاسعة كانت كنت بمشي بالجنب الحمد لله لاني جيت بمشي طبيعي وعيوني والله الحمد لله زمان من بعيد مش بيشوف حلو هده الحمد لله والسكر بالتاعتني انتزم يعني بيقى بلده 120 السكري حقى دايما بيكون 200 او 300 مياد مش بكاذب والله العظيم بالجد إسا الحمد لله ورب العالمين لا رحمة رحمة أنا اسم كوسر محمد وأخب جلسات هنا والحمد لله حسنت كان السكر بتاع عالي قوي قوي دلوقتي بقى مضبوطة وبقى كويس وكان نفسي صعب قوي وكان عندي تنميل وكده في رجلية فالحمد لله ان دلوقتي بقيت حل وبقيت أمشي وبقيت أصلي وانواق فالحمد لله وبقيت أحسن بكتير بكتير أولا من الأول والحمد لله وبنصح أي حد يعني تعبان وكده يجي ياخد جلسات هنا ان شاء الله ويبقى كويس بإذن الله الحمد لله من يوم ما خدت الجلسات والله فيه تحسن والله بجد فيه تحسن يعني الحمد لله فيه تحسن والله والحمد لله كويس خارب وننصح أي حد عنده سكرة وعنده ضغطة وعنده كده يجي المركز زي وما فيه تحسن هنا عنده والحمد لله أنا بجيت كويس والله والمداب الأخرى عنده أخرى بتيجي والحمد لله أنا كويسين الحمد لله ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من ثاني دكتور طارق عايزين نسأل حضرتك عن دول الأكسجين ناشط في علاج مرضى الضغط والقلب حالي خلي بالك جزء من قدرة الأكسجين ناشط انه هم بيوسع شرايين أي ففي بعض الأمراض بالذات في أمراض القلب هي مشكلتهم نمرة واحد يأم عنده كهرابة زياد دي الرزمي ملناش علاقة بيها يأم عنده مشاكل اللي هو ديء في الشرايين نفسها ديء في شرايين نفسها اللي بيبقى نسداد في الشرايين الأكسجين ناشط بيخش يفتح لي ده وحتى احنا الناس اللي بتعمل دعمات بيبقى محتاج ان هو يحسن حاجة اسمها الكولاترالز شرايين أخرى جانبية يبتدي ينشئها من جديد هنا بيخش الأكسجين ناشط يفعل ويحسن من الدعمات طب أنا لو ابتديت العلاج بدري ونظمت أكلي كويس جدا أي وابتديت أخذ علاج الأكسجين ناشط بدري الجلسات بتاعتي يمنع حدوس الجلطات يمنعها يمنعها لو خدتها بدري ولو أنا عندي وزن زيادة أقلله طبيعة أكلة أقلله يعني مرتبطة برضو بالسمنة يا دكتور طبعا أستعيزي أقول لحاتك حاجة على فكرة الأكسجين ناشط هو بيحسن الميتابوليزم لو إحنا عايزين نتكلم في علاج السمنة بيحسن الميتابوليزم بيرفع معدل الحرق بيحسن التمثيل الغذائي وممكن يتخذ موضعي عشان يعمل فهو لو إنت عايز تخش تحسنه بيحسن التمثيل الغذائي بيرفع لي معدل الحرق اللي دايما تيجو كل واحدة تقولي أنا ما عنديش حرق بيحسن زي ما نحونا الميتابوليزم ده مهم جدا وبيستخدم كحق موضعي عشان خاطر يفتت الدهون في ناس يا دكتور برضو سعب بتقولك أنا عندي كسل عندي خمول ما بقدرش أقوم من السرير على طور لا ممكن أخد ساعة كده على بال ما فكر أقوم من على السرير كذا حالة جاتني في الفترة الأخيرة بالذات هو يعيني بالذات اللي بيعدي الستين والله فيه شباب دلوقتي نتيجة بعض الاكتقاب الخفي شوية كده يعني مرة بتجربة معينة فيقولك أنا بالذات في السنة يقولك أنا بقي تنسى مش بركز قدرته عموما سواء قدرته البدنية قدرته الصحية بيبقى محتاج الزقة فالأكش النشط هنا بيبقى ليه مفعول السحر مهم جدا وهو زي ما قلت لك ياخده الأصحاء عشان يبقى في صحة أحسن عشان يرفع معدل حد زي ما احنا قلنا يخليه نشاط الزهن مهم جدا بيفرز الحاجات اللي هي بتقلل التوطر ده مهم جدا في علاج الاكشن نشط احنا بنشكرك يا دكتور طارق ونورتنا وخطوة عزيزة انا السعيد جدا ويا رب دا يديكم الصحة وكل سنة وطيبين والهدية دي ان شاء الله تستعد مشاهدي الخطوة عزيزة عينين كيور ان شاء الله واحنا برضو بنأكد على العرض بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مركز كيور ست جلسات عليهم جلستين هدية واحنا بنشكرك يا دكتور طارق ونورتنا الله خليك اعزائي المشاهدين بكده خلصت حلقاتنا النهاردة اشوفكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من خطوة عزيزة شكرا